الدخان يتصاعد بكثافة كما نشاهد من البناية المستهدفة لا يمكن أن تكون هذه الغارة إلا قصفا قويا لأن الدخان الذي يتصاعد هو كثيف وعالي ومستمر لفترة طويلة وبالتالي من المستبعد أن يكون هذا ناجما عن طائرة مسيرة بل ربما هو الغالب أنه مرتبط بقصف من طيران حربي إسرائيلي على مدينة صور أحدث الغارات التي تعرضت لها هذه المدينة هي ما نشاهده قبل ذلك كان هناك قصف إسرائيلي على هذه المدينة أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين التي لا يزال الكثير من السكان فيها